نبدأ بالمدرب الجديد للتراجع الرياضي التونسي فما تطورات سارة في 24 ساعة الأخيرة اسم جديد يظهر على السطح وهو ميشيل دير زكريان مدرب السابق المومبيلي الفرنس اللي تم اتقالته من مهامه خلال الأسبوع الماضي مدرب عنده خبرة كبيرة في الليكان في فرنسا نحكيه على جديد بخص المدرب هذا حسب آخر الأخبار اللي استقناها من مصادرنا في التراجع الرياضي التونسي فإنه الاسم هذا هو الأقرب حاليا والتي تقدمت المفاوضات معها بشكل كبير خلال الفترة الرياضي بيشيكون في تونس تقريبا الجولة القادمة بيشيكون هو مش هاري يعني مش مقابل تلتوال الجولة اللي بعدها بيشيكون مؤكد المدرب الجديد بيشيكون على بنك البودلاء في التراجع الرياضي التونسي تقريبا في نهاية الأسبوع هذا وإلا على أقصى تقدير الاثنين الثلاثة بيشيكون في تونس بشيباشر مهامه مع التراجع الرياضي التونسي نقول اتفاق تقريبا ما زال مؤتمش 100% لكن المفاوضات متقدمة بنسبة كبيرة مع المدرب هذا اللي يحمل كما قلت خبرة كبيرة عمره تقريبا 61 عام درب في رق كما نونت كليغ موفوت نونت كيف كيف مارتين ستاد رانس مونبليي ستاد بريست كيف كيف أيضا مونبليي في الموسم اللي ماضي سيمون جبراهيم حكينا شوية في الأوف قطلي عندك فكرة عليه تقريبا نعرف المدرب هذا هو أصله من أرمينيا وعنده الجنسية الفرنسية لكن اليوم من المدربين اللي قادين عندهم راتب شهري بارابورة على المدربين في فرنسا من أقل الراتب اللي عندهم من عرش اسك الكفاءات ولا اسم ميشيل در زاكريان خليت اللي اليوم أنا استغربت بوقت اللي بسمعت باسمه ومحطه أصير تماما لوسيان فافر وسويسري هذا كأسي غارديولا لكن لوسيان فافر أنا حكيت معه في تليفون ينجم يدرب يحب يدرب كان في أوروبا يخلص بارش تزاد لوسيان فافر لا يكن جاق باللو درب في الخليج على قد زاد لوسيان فافر لا لا لوسيان فافر درب في دورتموند بروشيا من شنغلات باخل للناس عمره ما جبدوها وقتها يلعب على تفادي نزول نيس ومنحه من نيس وسي ومعناها منو دربين فريمانو كارير وفاة هو سير بلاسور غراف والحاجة اللي عجبتني برشا اللي عمله البلاسور في المباراة اللي أنا كنت فيها موجود معناها ضد الفريق هذي كانت أسبوع كامل هو الملاعب هذي شابيزالي هو أبوه الملاعب ستيفان شابيزالي كافر دورتموند أسبوع كامل وهو يقول جويلو كاسي جويلو كاسي نخيب ويفدلك هنا ويفكتف ما عملوا إن بلاسور تري غراف على ركوبتو والحاجة اللي عجبتني برشا اللي لندما قعدنا مع ريونيان وجاء رئيس الجامعية مسيرانسو بأسانا مالايرحمو عمل ريونيان في الأخر قوم دي شابيزالي كي فزي بارتي دان دي ميور اللي بيرو وموند قالوا وفت بلو بارتي دولي فوزيت بيري وطردو على كل بلاسور غراف ذي كل عملها أنا قول اللي اليوم ترجري دي تونس ميزماج تغلط في الاختيار هدايا لأن رأوا حاجة كي تخسر انت المباراة الأخيرة ضد مونبوليه وشوفنا نيكولان رئيس الجامعية معنا تخلى عليه بعض المباراة ضد الأولمبيك دو مارساي في نفس الوقت رأوا المدربين الأوروبيين اللي جئوا لتونس رأوا معاش عندهم بعد أمل باش يدربوا يرجعوا يدربوا في أوروبا وشوفنا حتى المدربين اللي جئوا لتونس كل منهم مسير وجلومير دونك ياخذ الريسك كبير برشا ونعرفه كلود لورواء كلود لورواء حتى في في فريقيا معناهم لورواء ساني بوهي مغروم بكلود لورواء سما ولده لورواء لورواء هذا اللي خلي اللي الريسك كبير برشا ننقول اليوم ترجي ميزماج تغلط في اختيار المدربة دارش زاكريان اللي انصيب النوادي اللي دربهم الكل كانت عنده بارشا مشاكل على كاركتير وبرابور عجوار عجوارات اللي جي اللي دربت عنده هذا اللي خلى اللي ما عندوش بارشا استقرار نونت دربها مرتين بور انسام برزا انت حاس مسألت ده حط اللي قاعدين يتفوض معا حتى في تلاجر يقول لك ما عندوش بقى مصحيح معنا ما عندوش مشاكل مع الملعبية بالعكس مشاكل الملعبية حبوه رغم اللي سيفير مع الملعبية يقول لك نحنا حاشنا مدرب عندوش شخصية باش يوفر في الانضباط قدام تعرف انت فهم ديستار فتراجر اليوم حاشتهم مدرب يكون هو عندوش شخصية صار ما قد الملعبية هل اسلام ما قلتش أنا على معناها قلت الاسفير معناها كيل بوردير كيل مع جوارات راي كيبدو فوتبول في العالم مجمع معروفة عندك جماهير عندك جوارات عندك مدرب وعندك الانبيانس اللي في الفستيار إذا كان اليوم وشوفناها حتى احنا شوفناها حتى في اللوني فو كانت تفكر منشستر رونالدو وقت رجع على هشكل كان السبب وراها خروج رونالدو هما الملعبية وشوفنا منشستر تحصلت على دوكوب دنبيلي في برسلونة الجوارات السوريونية قال لك الجوارات داي عشي ساعدنا شوف رافينا اليوم في برسلونة كان بشي غادر برسلونة شوف انتي اليوم ملعبية المدرب راو سي جوار كيف اللون ترين اليوم ثم حاجات أنا نقول دير زكريان إذا كان مش يجي لتونس معنا الهن إذا كان عندهم ثم ناس اللي شافت اللي هو عنده كفاءات مش في مصلحة الأشخاص بلتو مصلحة الترجري تونسي وإن شاء الله يكون ناجح إن شاء الله نقول أنا غالط سي علي سي علي فني المدرب راية كاردوز عيش نحا متراشي نحا خاطر لعبه ما قبلوش جمعين لعبه دفاعي أكثر المدرب راية تقريبا أغلب ما سيرت وما كانش يلعب في فرق اللي تلعب على الألقاب وقالتكرويت درب كما قلت كرغمون نونت ستادرانس الموسم هذا في البطولة الفرنسية المركز الأخير مع مومبلي أربع نقاط في تسعة مقابلين نتائجه الأخيرة هزائم كبيرة كانت لقاها ثلاثة بلايش مع عند تولوس خمسة بلايش مع عند مارسي أربع وثنين من عند رانس اخسر اثنين بواحد من عند مونكو أربع هزائم في مقابلات الأخيرة سبعة هزائم في ثمانية مقابلات الأخيرة فيس كان على أسير رين كيف كيف خسار ثلاثة بلايش نونت ثلاثة بواحد بي اي جي ستة بلايش بروفيل متعامل مدرب كما هك يبدو أنه متعود معناها فريق ويسكر اللعب معناها هو يلعب يلعب التالي ويسكر هل ينجح مع ترجل تونسي فنيا هو أول حاجة كما قال مش أصل فرنساوي أرميني أرميني لكن ما خلق نسيا عمل كارير برشا في فرنسا وشفتوا هنا برشا حتى في نصف وشفتوا حتى في المتشويت مع مانبولي ونتبع سعاد الخزري شفتوا ستة نونتر نرى برسوليتي فورت ومتري تري دور مع 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 لكيب لكن لكن الحاجة نقول الأفريق يعرف الأفريق مليح ستة نبور ستة نبور بالنسبة للترجل تونسي يعني الأبجكتيف ديما اللي أولاني هو بالنسبة لأبو أنا شوفت مانبوليتي تلع في قورة باية شوفت نونت زاد نونت تلع في قورة باية مانبوليتي عمني وكانت أفضل كانت كاملت معا المركز أثناش معنا وسط التبلغ في فرنسا معنا مش خايب اللي السناء بداية سيئة جاء جاء أقبر رانيها شاء ورجاء كما قال ببراهيم شأن نونت وعود رجاء باركور متاع وباية ونطرنر يعني كاركتير دور فمتني لكن يتأقلم مع الجو متاع تونس يتأقلم مع التيراني التع تونس يتأقلم مع العقلي متاع الملاعب التونسي الترجي ثمن قولوا برشا دليل برشا تسيب الحقيقة تشوف الملاعبية تكتيك تشوف لأ 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 مسكين نزلين علي برشا خاطر سعد تبقى في كونتران بني حميد خاطر ينعرش الرول الديفنسي في متاع وش اسم البلائل ما يعملوش كما يلزم هنا في نرقى حتى الانترونير اجوان تال اسپيرانس قال انا بروبلم سو البلان تاكتيك بالنسبة للبليلي اني با ديسبلين تاكتيك مان سايد سي زاد العلمية كيف كيف يرجع بالكيفية اللازمة مع شاس بوش نيبا ولا مع بن علي ماشفتوش يرجع بالكيفية اللازمة هذي من الحاجات اللي الغلاط تاكتيك من بالنسبة الاسپيرانس زم هم مدرب فورت برسوناليتي بان يجب زاد الهنا المساعد يكون على اقل ولد الجامعية ولد الترجل التونسي باش عاونو افاك الميطود تاوى تكنيك متاع التكنولوجيا على واحد من هنا ينجم في جمع عشر ايامي يدخل المواقع الكل ويشوف القويين كما لهليو كما يعني مالقاش بروبليم ويمكن متاع الافريق لكن نقول البروفيل متاعه وهما يعرفوا خير منه يعني عندهم ناس وعندهم الهيئات متاعه وعندهم مدربين هم زاد القدم ينجم يعاونوهم في البروفيل يزم المره هذي نقول الحقيقة ما تغلط شي في اختيار المدرب علش مش مش عادات ه تجيب قدش مدرب في عامين شو قدش مدرب جاي في عامين ستري تخريبا ستة وسبعة اي ستري غراف مش منعودها يعدها لمدرب يقعد عام يقعد عامين ثلاثة فمت ولا كيف عمال باركور يعني محترم محترم جدا مدربين لكن الاتجاه طوام ماشي تندانس فال الاسبرانس ماشي الاجنيبي رب يجيبهم في السواب انشاء الله ترجع ترجي السكت